السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكل طلاب الصف الثامن معكم السلام طاجم ان شاء الله النهاردة هيقدم ليكم ازاي تقدر تحل نموزج اختبار اه صفة الثامن فترة دراسية الاولى وزهل الاختبار التجريبي اللي نزل على الموقع التوجيه اه مش عارف ازا كنت هنزله كل مقطع واحد او مقطع منفصلة بس واحتمال اه هيكون سؤال الكلمات الواحده سؤال القواعد الواحده سؤال القطع الواحده واخيرا سؤال التعبير من نموزج التجريبي اه تحت كل فيديو من الفيديوهات للاختبار هتلاقي في عندك في اول تعليق تحت الفيديو اه رابط اه اه يوديك لقناة التليجرام عشان تحصل على النموزج ده لو حبيت تطبعه عندك في البيت وتتضرب عليه سواء السنة هذه او في السنة القادمة ان شاء الله لان نفس المواصفات تقريبا مش تتغير ولو حصل اي تغيير هتلاقي حصل تغيير في العنوان بتاع الفيديو ان هو نظام قديم او قديم حاجة بالشكل هذا او هيطلق من القايم اساسا الشيء التاني هتلاقي في عندك هنا علامة اي لو ضغطت عليها هتلاقي كل فيديوهات المقترحة للصف الثامن من معاني الكلمات شرحة مراجعات هتلاقي في نهاية البلاي لست من تحت كل الفيديوهات الخاصة بالمراجعات ازاي تحل الاختبارات ازاي تكتب موضوع تعبير ازاي تقدر تحل سؤال الكلمات القطع والتعامل مع اي نمط من الاسئلة بالاضافة ان فيه كمان فيديو اتلاقي فيه اه موضوعات التعبير اللي جئت السنة اللي فاتت مجمعة تقدر تستفيد بها وتعتمد عليها ايضا ومراجعة كاملة لكل قواعد الصف الثامن سواء ملف ملخص او اه من نموذج اختبارات تجربية العام الماضي انا كنت مجمع كل اسئلة وشرح كل سؤال قواعد بتحل ازاي قبل ما امشي ما قبل ما نبدأ اسف يكون فاضل منك دوس لايك شير لزمالك وفعل زر الجرز لو اشتركت او لو ما اشتركتش اكتب لنا على الكلمة شكرا يكون سعيد جدا جايزين يا شباب نبدأ بسم الله بالنسبة لسؤال كلمات الشباب زي ما ده اختبار الفين وتسعة عشر الفين وعشرين الاختبار طبعا عندك من ستين درجة سؤال الكلمات لوحده يحوذ على اربعتاشر درجة عندك فوق في بداية الاختبار اول سؤال سؤال كلمات واحد اتنين تلاتة اربعة اسئلة كل سؤال بدرجتين خلي بالك بعدها بيجي لك الجزء التاني من الاختبار او من سؤال الكلمات في نفس الصفحة اولانية عبارة ايه في املأ الفراغات بيجي لك خمس كلمات بتحط الكلمة في الفراغ المناسب تمام نرجع تاني كده لبداية الاختبار بسم الله طبعا انا في البداية احب اقولك زي كل مرة لو انت يعني قدامك صفحة تقدر توقف الفيديو وتكتب الاجابات رقم واحد اجاباتها رقم اتنين اجاباتها رقم تلاتة رقم اربعة وانا دايما يعني حاول انك تتفاعل وتشترك وتشتغل معي في الدرس حيث ان يكون فيه نوع من انواع التعليم يعني مش بس انك مجرد انك بتستقبل المعلومة لأ انت كمان شارك ممكن ان تكون اجابتك الخطأ ديت هتسبت في دمائك المعلومة بعد كلمة اوكي فانا اكون سعيد جدا لو انا شفت اجاباتكم تحت واعمل لك قلبي طبعا لو يكون اجاباتك صحيحة ولو في خطأ اتلاقي اي انا كتبت لك في خطأ ولو عندك سؤال هكون سعيدة ان انا ارد على سؤالك ان شاء الله بسم الله بالنسبة لكم واحد his mother was ill was very ill and she passed away في كتير من الطلاب يوم حقارق his mother was very ill and she ويروح للاختيارات extremely instead of recently frequently ويوف وما كملش اللي في الاخر احيانا يا شباب في سؤال الكلمات هو هو ليه جايب لك الفراغ في النص او الفراغ في الاول او فراغ في الاخر لان انت محتاج تفهم المعنى شوف بيقول لك في السؤال the best completes each of the following sentence افضل اجابة بتكمل المعنى فانت مطالب انك تبع فاهم معنى الجملة صح his mother was very ill امه كانت مريضة جدا and she وهي مؤخرا توفت يبعا نختار recently وهي مؤخرا توفت يبعا نختار recently. مع ضرورة التنويه على شيء يا شباب من المهم جدا ان انت لما تجي تختار اجابة ما تقعدش تعمل مستطلاط او تقعد تعمل دوير وبعد كده تحب تغير الاجابة تقعد تشخبط عليها بالشكل ده وبعد كده تروح تختار اجابة تانية مثلا وبعد كده تلاقي دي غلط تقعد تعمل عليها مثلا اكسات 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 وتقوم مع عمل على ده صح 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 اه شايف شكل الاجابة بلهش الاسلوب ده رحش جدا وبيخلي شكل الورقة بتاعتك سيء سيء لدرجة لا تتخيل فارجان اكتفي فقط بالاجابة انك تحط تحتها خط ده بيخلي شكل الورقة جميل واجابتك منظمة ولو حبيت تغير الاجابة الموضوع بسيط هتعمل جنباتك صغيرة هتكمل تمام رقم اتنين هو كان يشعر انه مستعد لي هذه الوظيفة ويجد وظيفة اخرى يتفو يتوهج يترك هو شعر انه جاهز انه يترك العمل ويجد عمل اخر ثري المبنى القديم تم استعادته ليصبح اكورد كورد لا معنين ساحة او محكمة في الغالب انه يتبع محكمة سايت رؤية او بصر عدالة جرح او جرح كاربت سجادة واضح جدا اكورد محكمة عدالة جيد اتمنى ان تكون اجاباتك اللي انت كتبتها قبل ما اجاوب صحيحة الزرافة عندها رقبة طويلة لسان اللي بيساعد انها تأكل اوراق الشجر اوراق الاشجار من الاشجار العالية بسيط او متواضع خيالي رحلة العودة ايه اللي يقدر يوصف الطانج اللسان بسيط او متواضع اتمنى ان كده بالنسبة لنا السؤال الاولاني اجابات واضحة لنا ننزل السؤال رقم بي او جزء التاني من السؤال خلي بالك في رأس السؤال الراجل واضح جدا يقولك املأ الفراغات بعد الطلبة يوم ما احكيت بين الاجابات ويكتفي ان هو بيحط مثلا اه دي رقم خمسة دي رقم ستة ودي رقم سبعة ودي رقم تمانية ونفكر ان هو كده خلاص جاوب هو بقولك املأ الفراغات يعني تكتب الاجابات في الفراغات مش بقولك حط اركام على الفراغات على الكلمات اوكي فراجئا فتغلطس الغلطة الصغيرة لان في ممكن بعض المدارس ما يحسب لكش الاجابة صح تمام فهو بقولك في رقم سؤال من الكلمات من اكتر كلمات مناسبة من القائمة التالية طبعا في الفراغات هذي هنقرأ تمام تمام ان اول تكره كلمات لفوق ماربل رخام يلهم يكسب او ينال او يفوز اتموسفير الغلاف العام او القو العام او الغلاف القوي او القو العام جرافتي جاذبية اوكي رجال الاطفاء حاولوا اكسس الدخول الى المبنى المغلق رجال الاطفاء حاولوا يعملوا ايه انهم يحصلوا على طريقة للدخول ل المبنى طب لو انا افترض انا الاجابة هنا ما عرفتهاش او شكيت في اجابة معينة اعمل ايه سبها فضية سبها فضية وروح للسؤال اللي بعد لان اكيد لما انت تسبها فضية يتلاقي الاختيارات بعد كده بيتاضعف عندك او الاحتمال اتاضعف عندك رقم ستة اهيوج نقط او سبيسيس فاير بليس ضخم صح؟ اهيوج ضخم فاير بليس واس بولد ان ذالور ان ذالورج لفينج روم اللي هو المكان اللي فاير بليس اللي بتاع المدفاء زي المدفاءة بنية في غرفة المعيشة الضخمة ها اهيوج فاير بليس ده في الغالب موجود عند الاجانب بيبقى دائما كده تسوفهم في افلام بتاعتهم في الكريسماس بيتلاقي عندهم مكان كده في البيت اه حطين شوية اخشاب كده وبيوم احين تلاقي النار ايدا فيهم مشتعلة كده فده بيسموه فاير بلايس وطبعا البيوت بتاعتهم فاهمت خانة من فوق فده بيسموه ايه فاير بلايس معلش انا عارف ان انا سايفش في الرسومات شوية اعتبر دا ايه اللي انا وصفته لك كده فانقول هنا ايه اهيوج اهيوج ماربيل لانه مبني عرفت من انه مبني لكه واس بيلت ايه المادة الوحيد ايه الحاجة الوحيدة اللي فوق مرتبطة بالبناء في اللي فوق هي كلمة ماربيل الرخاب رقم سبعة هذه المصانع او هولا المصانع تطلق او تصدر غازات سامة انتو ذا تطلق الغازات السامة فين انتو ذا اتموسفير خلو بالك مع ان كلمة اتموسفير جاية في المنهج انها بمعنى الجو العام يعني كجاه في درس اه انكريدول بلايس اه سوك المباركية فبقولك انها مرتبطة giving you the atmosphere of old shopping وكلام ده كله وهنا جاي باستخدام تاني اللي هي معنى الغلاف العام بس انت الغلاف الجوي فانت لازم تكون برضو منتبه للكلمات اللي لها اكتر من معنى اتموسفير الغلاف الجوي عقام تمانية it is wise to look towards من الحكمة ان تنظر للامام او تجاه للاتجاه those who الذين مين and impress you ويعجبوك او يثيرون اعجابك من المثير او من الحكمة ان نحن نتطلع الى look towards those نتطلع لهاولاء مين inspire you inspire you and impress you وبيدهشوك يبقى الاجابة تبقى inspire ويبقى الكلمة الاخيرة لما اخترناش هي كلمة gravity اللي هي مرتبطة بالمعنى الجاذبية ومرتبطة طبعا بالحاجات اللي بتسقط على الارض او في الغالب هتلاقي كلمة gravity مرتبطة بكلمة air مرتبطة بكلمة air اتمنى ان اجابتنا لسؤال الكلمات واضحة وسهلة لكم اه معا ارجع تاني ارجع 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 اعزين نوحد الكلام ده كنه زاهر الاولاد صحوا برا اه 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 اوپس انت تبقى ايه اه نشيل دي مع السلام مهمة انتهت اه اتمنى ان الاجابة لسؤال الكلمات جاد واضحة شباب اه لو في عندك اي سؤال او اي استفسار لاي معلومة اتمنى ان انا اشوفها وارد عليها ان شاء الله مش هتاخر عليك وشير لكل زملائك عشان الناس تستفيد من تجربة حل سؤال اختبار تجريبي وان شاء الله في العام القادمة انا دايما انا احاول اخلف البلاي لست في قيمة التشغيل لصف ثامن طبعا الجزء الاخير هو الخاص بالمراجعات يبقى عندك مثلا كل الاسئلة الخاصة بالكلمات تحت بعضها الخاص بالقطعة تحت بعضها الخاص بالقواعد تحت بعضه واخرا مضوعات التعبير تبقى تحت بعضها فمع الوقت ان شاء الله يكون عندنا قيمة ثرية وغنية لكل طلاب الصف الثامن بالنجاح والتوفيق ان شاء الله في الاختبارات هذا بالله التوفيق ولكنكم على خير شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امان الله